تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة المؤقتة عدن قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وهيئة الاستخبارات وقيادة الشرطة العسكرية للاطلال على احوال منتسبيها وتهنيتهم بعيد الاضحى المبارك ونقل وزير الدفاع تحايا وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وعضاء المجلس بمناسبة عيد الاضحى المبارك وشدد الوزير الدعري على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة ورفع كفاءاتهم قتاليا ومعنويا وتحسين مستوى التدريب والتأهيل وتوحيد كافة الجهود لمواجهة الاخطار والتحديات مجددا العهد على الموضي قدما لتحرير كافة تراب الوطن من ميليشيات التمرد والارهاب الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة وفرض الامن والاستقرار كما اطلع وزير الدفاع على الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تقدمها دائرة الخدمات الطبية ومستشفى عبود العسكري في عدن وخلال الزيارة العيدية شدد الفريق الدعري على الانضباط والجاهزية والارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العسكرية للجرحى والمصابين بالشكل الذي يليق بتضحياتهم من جهتهم عبر الضباط والصف والجنود عن سعادتهم بزيارة وزير الدفاع مؤكدين استعدادهم الدائم للقيام بالدور المنوط بهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم ومواصلة التضحيات والنضال في سبيل الوطن